قبل بداية شماعة الفنية حاولنا نحترم القوانين الاتحاد الإفريقي خاصة قوانين مارس 2022 وتقريباً حاولنا نطبقها بالحرف وبالنسبة لعدد الفرق هو 21 فريق اللي حاضر تقريباً لأول مرة في بطولة إفريقية حضور عدد هائل من الفرق وبالتالي تم توزيع الفرق على أربع مجموعات وذلك باحترام قوانين الاتحاد الإفريقي حاولنا نوضع الفرق الأهل المصري هو منظم بطولة في المجموعة ألف وحمل لقب في المجموعة باء وحاولنا احترام تصنيف الفرق على مستوى الاتحاد الإفريقي وبالتالي كان عندنا فيه أربع مجموعات المجموعة الأولى في خمس فرق المجموعة الثانية في خمس فرق مجموعة ثالثة ست فرق والمجموعة الأخيرة أربع فرق أنا أظن بالموبايل الدورة دي ستكون إن شاء الله شيقة ويكون إن شاء الله مستوى فني جيد ومن الصعب تكهون بالفريق الفائز وأظن أن إن شاء الله الفرق يعني فعلاً المستوى الإفريقي عرفت واحد تطور كبير ونتمنى إن شاء الله نشوف كل الطائرة في مستوى عالي وإن شاء الله الفريق اللي يكون بطل يمثل الإفريقيا بالشكل المناسب إن شاء الله